اشتركوا في القناة وعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبول تطوير التعاون الثنائي والارتقاء به إلى مستويات أشمل في مختلف المجالات لما من شأن خدمة المصالح المشتركة كما تم بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية الراهنة وانعكاستها على الأمن والاستقرار الإقليمي والحرب في قطاع غزة والجهود الرامية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لهم وقد أعرب معالي سيد أحمد عطاف عن ترحيبه بزيارة وزير الخارجية للجزائر التي تأتي في إطار التشاور والتنسيق المشترك تحضيرا للقمة العربية المقبلة التي تعتبر استحقاقا إقليميا يتطلب توفير عوامل نجاح القمة وحشد الجهود العربية الجماعية لمواجهة التحديات الراهنة وقد أعرب وزير الخارجية لمعالي سيد أحمد عطاف عن تقدير المملكة للجهود الدبلوماسية التي تبذلها الجزائر من خلال عضويتها الحالية في مجلس الأمن الدولي لنوصلة الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة والاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية وقبولها عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة ومساعيها المتواصلة لوقف الحرب على قطاع غزة وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين وبحث الجانبان الاستعدادات الجارية لانعقاد القمة العربية الثالثة والثلاثين التي تستضيفها مملكة البحرين في السادس عشر مايو والحالي وبرنامج عمل القمة والموضوعات والقضايا المقرر إدراجها على جدول أعمال اجتماعي أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية